شرف المنصة الرئاسية في ساحة الاحتفالات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد الشعاع السوداني المحترم فأهلاً وسهلاً بمقدم سيادته الكريم ومرحباً بالضيوف والمهنئين الأكارم شعارنا نمضي ولن عن دربنا نحيد بعزمنا نبني وطن سلامه نشيد يعزف بيننا الآن السلام الجمهوري أجبت القطاعات المستعرضة أستعد القطاعات المستعرضة نكى بساح السلام الجمهوري القطاعات المستعرضة سلام خون ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 صدق الله العلي العظيم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أغصان استعراضهم البهيج استعراض عيد الجيش الأغر إذا جلسوا كانوا صدور مجالس وإن ركبوا كانوا صدور مواكب المترجم للقناة المترجم للقناة فاطلب بسيفك عزاً آخر الأبدي أذن لأمر الاستعراض ببدي فعاليات الاستعراض العسكري الخاص بإحياء الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس جيشنا العراقي الباسل هذه الذكرى التي حملها إلينا صباح عراقي بغدادي جميل أشرقت شمسه من بين جباه العراقي الغيارة لتمتدى شعتها على طول امتداد أرض الرافدين الحبيبة صباح الحب يا روعة الإحساس في أعماقنا صباح الودية مساحة النقاء في دواخلنا صباح الحب والشجن صباح الخير يا وطني صباح الخير يا وطن الأسفار والمراجل يا وطن النهرين والسنابل يا وارف الضلال ويا يانع الثمر عشقناك منذ الصغر عشقناك صبرا وبردا وحرا يا صبر يبل ثوب فنخلعه انضاق عنا ولا دار فنرتحلوه لكنه وطن أدنى مكارمه يا صبرا أيوب ان فيه نكتملوه انه العراق السلام على العراق وعلى الشهداء العراق وعلى الشعب العراق وعلى جيش العراق وقواته الأمنية البطلاء وسلام عليكم أيها المهنئون المحتفون الأكارم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الكرنفال الوطني العسكري الكبير والذي يعبر عنه استعراض لجيش العراقي الباسل ومشاركة تشكيلات من القوات الأمنية والعسكرية الأخرى وبرعاية دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم لإحياء ذكرى تأسيس جيش العراقي الباسل جيش وفيه من الأطال كل فتن علي الجناب عراقي به الشمم في صدره من أغارد الرد طرب في صوته من أناشيد الوغانغم كل عام وعراقنا الحبيب وشعبنا الأصيل وجيش الباسل وقواتنا الأمنية البطلاء بألف خير ونصر وسلام بألف خير بألف خير على قضاء المسلحة عادتها تعرر على بركة الله جل في علا بدأ الغيار من أبناء الجيش العراقي الباسل والمشاركة عزيزة بتشكيلات من وزارة الداخلية وهيئة الحجر الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاق بدأوا استعراضهم العسكري البهيج أحياء للذكر الثالث بعد المئة لتأسيس جيشنا العراقي الباسل والذي سطر على طول مسيرة عمره الوطاء أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء وصول لمعارك النصر على الإرهاب وتحرير مديننا العزيزة المعطاء في القلب نحمل للغالين تهنئة تنثر شذاها عيون العيد في وطني موكب أمر الاستعراض يتقدم المستعرضين دليلا للمرور من أمام منصة التحية كوكبة من حملة الأعلام العراقية تقترب للمرور من أمام منصة التحية لنقف جميعا تحية إجلال وإكبار لعلم العراق الرية الخفاقة في المعالي والتي حملتها القلوب قبل الأياد علمي وشاحي وعزتي علمي اسمي وهويتي رمز العزة والكرامة والإباء علم العراق شعار 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 جمهورية العراق رمز الحضارة والأصالة والأمجاد سيد الأمم والبلدان وتاج الشعوب والأوطان وخارطة الوطن الواحد مؤطرة بالحب والوحدة والتكاتف وسلام حضارة مجد وشعب أصيل وأقدس أرض لأغلى وطن تباره عين الكريم الجليل جمال بلادي جنان عدن شعار وزارة البواس للنشام شعار وزارة الدفاع تعقبه أعلام قيادات العمليات العسكرية وأسلحة الجيش الرئيسة وهي ترفرف فوق رؤوس أبطالها في صباح عيدهم الأغر كوكبة من حملة السيوف العربية تسبق الكرديس المستعرضة للمرور من أمام منصة التحية أيها السيف الذي ظل المدى بين أسياف ذويه سيدا الكلية العسكرية مصنع الأبطال تستعرض بكردوسها الآن للمرور من أمام السادة المهنئين الأكارم هذه المؤسسة التعليمية التدريبية التي تأسست في العام واحد وعشرين هي مصنع الأبطال والفخر لها كلية مرموقة العنواني خرجت للجيش في تاريخها قادة فرسانة في الميدان الفتحية لعمادة ومعلمي وشباب الكلية العسكرية أهلا ببواسل القوات البرية صناديد الصحراء وأسود البر لا يعرفون بردا ولا حر ولا تغمض لهم في ليل البطولة عيون ولا ترف لهم في سوحل وغاجفون رفعون دوما بيارق الحق والانتصار القابضون على زناد جمر القضية بكل عزيمة وأسرار شباب القوة الجوية يستعرضون الآن حبهم وفاهم في هذا الاستعراض العسكر البهيج هذه القوة التي تأسست في شهر نيسان من العام ستة وثلاثين لتصل اليوم بصقورها النشامة إلى أن تكون مضربا لأمثال البطولة والإرادة الصلبة تحية لصقور الجو الأطال وهاهم أصدقاء النوارس رجال البحر الشجعان من أبناء قوتنا البحرية البطلة والتي تأسست في شهر آب من العام سبعة وثلاثين هذه القيادة التي حفظت المياه الأقليمية وأمنت لها ممراتها باتجاه دول العالم الفتحية لرجال القوة البحرية الشجعان أبطال مدرسة الرياضات الجوية يؤدون الآن إنزالا جويا يزين سماء الاحتفال أهلا بحماة سماء وماء وأرض العراق أهلا بفرسان طيران الجيش أهلا برجال المهمات الصعبة يا من أبليتم بطلعاتكم الجوية بلاء حسنا وكنتم السند القوي لباقي تشكيلة جيشنا العراقي الباسل ويمر الآن كاردوس قيادة الدفاع الجوي البطلة هذه القيادة والتي وإن جاء عادة تشكيلها قبل سنوات معدودة إلا أن همة رجالها واندفاعهم بالغيرة العراقية تحد الصعاب وبذل الجهود للبناء والتدريب للوصول إلى التكامل في الخبرة والعدد والعداء تحية لأبطال الدفاع الجوي قيادة عمليات بغدادنا الحبيبة تمر الآن من أمام منصة التحية هذه القيادة التي تشكلت في مطلع العام 2007 لتؤدي مهاماً بطولية كبيرة في حماية مدينة السلام ومنارة العلم والحضارة أنها الغالية الحبيبة بغداد علم العراق يغبط مع أبطال الإنزال إلى ساحة الاحتفال ثغر العراق الباسم البصرة الفيحاء وهذا هو كردوس عملياتها يمر الآن بكل زهو وجمال وانضباط وهو يستعرض بشبابه الغيارة حبهم الكبير للأرض والوطن والجيش والشعب أم الربيعين وهو عطر نصرها الفواح يحمله كردوس عملياتين والحبيبة المشارك في استعراض عيد الجيش الأغر بكوكبة من أبطال العمليات النشامة حماة الموصل ومناطقها العزيزة أم الربيعين يا قيفارة الزمن يواحة اللؤلؤ المنفور في وطني ومن مدينة سيد الشهداء رمز التضحية والفداء من الحبيبة كربلاء وهو كردوس عمليات كربلاء المقدسة يمر من أمام منصة التحية رجال أخذوا على عاتقهم توفير الأجواء الأمنية الملائمة لهذه المدينة العراقية المقدسة ولزائرها الكرام قيادة عمليات ديالة تمر الآن بكاردوس شبابها الأبطال من أمام منصة التحية إنهم البواسل الساهرون على أمن وأمان مدينة الخير والبرتقال ولوحة الإبداع والجمال محافظة ديالة الحبيبة وهاهم أبطال قيادة عمليات الأنبار شبابٌ ونعم الشباب إنها محافظة الأنبار الغالية والتي رفع الغيارة في سمائها راية التحرير والانتصار ونستقبل الآن كرديس وزارة الداخلية العيون الساهرة على حماية أرواح وامتلكات الشعب والوطن قويةٌ في الحق رصينةٌ في الأداء كلية الشرطة العراقية والتي تأسست في العام أربعةٍ وأربعين لتكون مؤسسةً قانونيةً تدريبياً مهمة ومتميزة تحيةً لطلابي ورجالي ومعلمي كلية الشرطة العراقية أهلاً برجال الشرطة الاتحادية الأبطال رجال المواقف الصعبة والمهمات الخاصة الذين أثبتوا إنهم أهلٌ للنقوة والغيرة العراقية فكانوا ولازالوا سيوفاً تحصد رؤوس الإرهاب العفنة وتفرض الأمن والقانون أينما حضّ رجالها رحالهم البطولية أعطت الشهداء الأبرار والجرح الأبطال وخضّت لها سفراً بطولياً خالداً على طول مسيرتها الأمنية المشرفة تحيةً لرجال الشرطة الاتحادية وههم أبطال قوات الحدود مصابيح العراق الكاشف عن خفافيش الظلام التي تحاول التسلل لإذاء شعبه ونهب خيراته بالتهريب والتخريب قواتٌ مميزة نهضت بواجباتها ومهامها تحيةً لرجال قوات الحدود وتقترب الآن كردس هيئة الحجد الشعبي أبناء العراق وفرسان المرجعية الوهبون الشهداء تلو الشهداء قادةً وأمراء ومواكب عرسانٍ زفّت إلى جنان الخلد بأرواح شبابية فهم فتيةٌ تُرب العراق ضميرهم شربوا الشجاعة والكؤوس بها رداء هم آمنوا بحياتهم متأقنين بربهم ليقول زدناهم هداء إنهم بكل فخرٍ واعتزاز أبطال حجدنا الشعبي المجاهد الذين لبوا للواجب والجهاد أشرف نداء فتواجدوا على السواتر سندٍ للجيش وندًا للأعداء لب النداء فكان الحجد مفخرةً في كل ساحاتٍ الفداء يقاتلوا طيرٌ على رأس الطفولة حجدنا وعلى الرؤوس الداعشية زلازلوا تحية إجلالٍ وأكبار للشهداء الحجد الأبرار ولمجاهده المخلصين الأكار والمشاركين معنا في عيد الجيش الأغر من خلال الألوية المقاتلة اللواء الثامن واللواء العاشر واللواء الارفعين الأبطال الميامين وههم رجال قيادة الفرقة الخاصة لرئاسة الوزراء يمرون الآن من أمام منصة التحية رجالٌ متميزون بالخلق والتدريب والواجبات القتالية فكان لهم شرف المساهمة في صنع الانتصارات المتلاحقة في معارك النصر والتحرير فضلاً عن واجباتهم البطولية في إفشال مخططات الإرهاب وحماية الأماكن الحكومية الحيوية والمهمة والتي يصنع فيها القرار العراقي وتوفير العمن للمنطقة الرئاسية ومحيطها ومرافقة الوفود الرئاسية وحماية الأنشطة والفعاليات الرسمية الحكومية والجماهيرية في العاصمة الحبيبة مغداد تحية اليابطال الفرقة الخاصة يا ربيع الخير يا عشق المهى يا صدى الأنغام في عود الشجن يا جمال الكون يا رمز البهى نم قرير العين فينا يا وطن دارونا الأمجاد فيها ولها فيك نمضي فوقها مات الزمن شمسنا بغداد فخرا نورها نورها الأمجاد في ليل المحن عادة السر لو لم يكن من الشعب لما كان الشعب ظهيره وسنده ولم لم يكن قد شرب من تجلة والفرات لم ارتوى غيرة وحمية أنه جيش العراق جيش الشجاعة والمروءة والوفاء فهو في ساحة الوغى يدافع عن الشعب والوطن وهو بين الشعب يوفر لهم الأجواء الأمنية ليحياء مناسباتهم بكل أمن وسلام جيش العراق وأي جيش منك للحرمات أهدا مل مثل جندك كلما ندبوا أمات الخيلة لكدا تحية لبواسل جيش العراق في عيدهم الأغر الآن كرديس الهرولة للمرور من أمام منصة التحية سينطلق أولا بالهرولة كردوس جهاز مكافحة الأرهاب موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة فداء مجد شعر تردده حناجر ابطال جهاز مكافحة الارهاب ابطال العمليات الخاصة ابطال جهاز مكافحة الارهاب ابطال الميامين وشباب ابات مخلصين كانت لهم بصمة عراقية بطولية واضحة على صفحات معارك النصر والتحرير دعاهم الوطن الغالي فما بخلوا وابخلوا ناس من يدعى ولم يجبين الفتحية لرجال مكافحة الارهاب الابطال كارتوس افطال القوات الخاصة للحجد الشعبي البطلة يمرون بالغرولة من امام منصة التحية شباب ونعم الشباب حملوا الوطن بين حدقات عيونهم ونبضات قلوبهم فجادوا بالغال والنفيس من اجل سلامة شعبه الاصيل انضاق يا وطن يا علي فذاك فلتتسع بيا للامام خطاك بك همت او بالموت دونك في الوغا روحي في ذاك متى اكون في ذاك مرحى لابطال حجدنا الشعبي العزيز وههم ابطال الصاعق في قيادة فرقة الرد السريع هذه الفرقة البطلة التي تعد اليد الضاربة لوزارة الداخلية والتي حققت العديد من النجاحات الامنية في القبض على رؤوس الارهاب والممولين لهم من خلال الضربات البرية الخاطفة او الانزال الجوي الصاعق فرقة الرد السريع والتي تفتخر بمشاركاتها البطولية في معارك تحرير محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وبسط الامن والقانون في المناطق التي لا تشهد استقرارا امنيان والمشاركة في حل النزاعات العشائرية واعتقال ومطاردات عصابات الجريمة المنظمة تحية لأبطال فرقة الرد السريع وتتقدم الآن كراديس القوات الخاصة في جيشنا العراقي الباسل أبطال يستعرضون بالهرولة لأداء التحية العسكرية وظهر عزيمتهم المخزون في بواطن أرواحهم النقية الشجاعة الصاعقة احدى التدريبات العنيفة للقوات الخاصة والتي تعتبر حجر الأساس لرجالها بحرا وجوا وبر مطرا وبردا وحر العطاء هو العطاء تضحية وفداء عهد ووفاء شباب الصاعقة الأصلاء تضحية وفداء إنهم حماة العراق بواسل الوطن وجنوده الأوفياء السور المنيع وقلعة البطولة والفداء حماة العراق عنوين الإخلاص وقاموس الإباء مدرسة الجود والمحبة والعطاء حماة العراق حماة الأرض والشعب والوطن صناع النصر ورجال الشدائد والمحن حماة العراق حماة العراق حماة العراق تتقدم الآن أمرية المراسيم العسكرية حرس الشرف والجوق الموسيقي في صنف الموسيقى العسكرية لتقديم فعالية فنية عسكرية وقتاً طيباً يتقدمنا الآن الأساحة الاستعراب لتقديم فعالية فنية يعتبر صنف الموسيقى العسكرية من الصنف الأولى في الجيش العراقي إذ تأسس في عام 1922 وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وهذا الصنف المميز ومن خلال أجواقه الموسيقية يشارك في العديد من الواجبات والأنشطة الرسمية المتنوعة وههم فنانوه المبدعون يشاركوننا في استعراض عيد جيشهم الأغرى لينثروا أنغام فرحهم لحناً تغرد به بلابل الصباح مرحى لمنتسبي وعزفي الموسيقى العسكرية ترجمة نانسي قنقر عام جديد فيه للفرح نصر وعيد وفيه لجيشنا الباسل وشرطتنا الوفية ميلاد سعيد صنعنا الحسم وأنهينا دويلة الخرافة الداعشية كتبنا النصر بعطر السواتر وصوت البندقية بدماء الشهداء انتصرنا بتضحيات البسلاء انتصرنا سيبقى الجيش حصن الوطن وسوره الكبير سيبقى الجيش في بلاد البطولة أمير إنه جيش العراق وإنه يوم تأسيسه الأغر ترجمة نانسي قنقر حرس الشرف عادة السر كتب الآن مبدع الجوق الموسيقي أمامكم سادة الأكارم الرقم 103 ذكرى تأسيس جيشنا العراقي الغالي عمر الوفاء ومسيرة المعطا تقدم الآن حرس الشرف في أمورية المراسيم العسكرية للمشاركة في هذه الفعالية الفنية الجميلة حرس الشرف ضبط ولياقة وتدريب ونظام شباب مبدعون في المسير والحركة وتقديم الأجمل في رحاب الفعاليات الأرضية يودون واجباتهم العسكرية وأبرزها واجبات المشاركة في مراسيم استقبال الرؤساء والملوك والزعماء والوفود الرسمية القادمة إلى البلاد بكل مهارة وانضباط وجمال وههم يؤدون اليوم بحسن تدريبهم وجمال أبطالتهم فعالية وطنية عسكرية أمامكم سادة الأكارم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر مرحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ملاحة الجوية دبابات برامز أموان أيوان هذه الدبابة الحديثة وهي أمريكية الصنع ذات مزايا عالية من القدرة التعبوية والمناورة والإسناد وسرعة الرمي والسيطرة على النار اقتربت الآن تشكيلات من الطائرة نوع سي مئة واثين وسبعين طائرة تدريب ابتدائي ذات محرك مجهز بمقعدين ثابتين لديها القدرة على الطيران بمختلف الأجواء ليلا ونهارا مرت الآن من سماء الاحتفال وهذه الطائرات سيزنا كارفان مسلحة هذه الطائرات سهمت بدكي أو كاري داعش في معارك النصر والتحرير هذه الدبابة القتالية الرئيسية تمتلك خواصا تعبوية وأسلحة قوية وحماية مدرعة وقدرة عالية على المناورة فضلا عن احتوائها على معدات رصد عالية الدقة يعتلي صغوتها مقاتلون بواسل الأبطال يديرون دفة نيرانها بكل دقة وتركيز ويحرزون النجاح يوما بعد يوم تحية تفخر وامتنان إلى فرسان الدروع الغيارة نقصممتها تحية التحية التحية بلاد تحية التأبوية تحية التجارية الآن تشكيل منطارات القوى الجوية تي سيكس تمر الآن من سماء الاحتفال تشكيل مدرع آخر يضم مجموعة من الدبابات الروسية الصنع تي اثنين وسبعين والتي تعتبر من الدبابات الرئيسة في الجيوش الشرقية وتزين طائرات القوى الجوية السماء الاحتفال اسراب من الطائرات المقاتلة والساندة لقيادة القوى الجوية العراقية انهم صقور الجو الابطالة صقور لا تهاب الليلة ترسل الموت والويلة الى كل من يحاول المساس بوحدة وارض عراقنا الحبيب طائرات كينجير تمر الآن من سماء الاحتفال وهي طائرة نقل واستطلاع جوي لديها القدرة على طيران بمختلف الاجواء والاستطلاع الليلي والنهاري تحية من الاعماق لصقور الجو الابطال اقتربت الآن من سماء الاحتفال طائرات سيوان ثيرتي طائرة نقل متوسطة دخلت الخدمة سنة الفين وعشرة لها القدرة على نقل قوات منقولة جوا بواقع مئة وعشرين مقاتل بكامل تجهيزاتهم وبحمولة خمسة عشر طان واقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية تشكيل عجلات القتال المدرع بي ام بي ثري وهي آليات قتال روسية الصنع تمتلك أجهزة ومعدات بصرية ومزودة بمدفع نصف أوتوماتيكي ورشاشات محورية وقنابر دخانية مرحى لفرسان هذه العجلات المدرعة وهذا تشكيل لطائرة سيوان ثيرتي تصاحبها طائرات مقاتلة كحماية لها وتشكيل آخر لطائرات سيوان ثيرتي مصاحبة طائرة المقاتلة المئة وتسعة وخمسين تزين سماء الاحتفال طائرات عسكرية عراقية متنوعة تحلق في سماء الاحتفال بعيد الجيش الأغر ويترسم على أجنحتها أبها صور النصر والبطولة والتي صنعت ولا تزال أروع الملاحم في عمليات النصر والتحرير مرحى لصقور الجو البواسل المشاركون معنا في عيد الجيش الأغر التشكيل القادم للمرور من أمام منصة التحية هي عجلات القتال المدرع بأم بيوان وهي عجلات روسية الصنع تحمل مدفعا من عيار سبعة وثلاثين ملهم ورشاشة بكة وصاروخ مالوتكا وتستخدم لحمل المشات والصولة على الهدف تحية لفرسان هذه العجلات القتالية وهم يعتلونها بكل شجاعة وبطولة أمضي بنا يا موطن الحب الكبير أمضي بنا فبغير دربك لا نسير سلاما يا عراق ويقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية تشكيل ناقلات الأشخاص المدرعة أم مئة وثلاثة عشر وهي ناقلة مدرعة أمريكية الصنع مزودة برشاش من عيار أثنعش فاصلة سبعة ملهم هذه طائرات المقاتلة تيفيفتي طائرات كورية الصنع متعددة المهام أسرع من الصوت من الجيل الرابع وذات تقنية عالية وتستخدم للتدريب المتقدم والهجوم الأرضي والتعبوي وكذلك للقتال جو جو وجو أرض وجو بحر تحية للصقور الجو الأطال ما زالت طائرة القوة الجوية العراقية تشارك في استعراض عيد الجيش الأغر وتزين سماء الاحتفال فيما يقترب الآن المرور من أمام منصة التحية في الاستعراض الآلي رتل الآلي للصنف المشاة البطل عجلات تحمل منظومة صواريخ القورنيت مقاتلة الدروحة هذه الصواريخ التي يصل مدها إلى خمسة كيلومترات سيمر تشكيل جوي من الطائرات المقاتلة وسيؤدي تحية الشهداء نقف جميعاً إجلالاً وإكباراً ونحن نستقبل تحية الشهداء من صقور الجو الأبطال هذا هو التشكيل الذي سيؤدي تحية الشهداء تحية إجلالاً للشهداء الأبرار كانت هذه تحية الصقور الأبطال للشهداء الأبرار شكراً جزيلاً تتميز هذه الصواريخ بقدرتها على إصابة أهدافها بدقة متناهية تعود إلى خبرة وشجاعة مستخدميها من رجال صنف المشاة البطل والذين استطاعوا بهذه الصواريخ وخلال معارك النصر والتحرير من تدمير أكثر من ثلاثة آلاف هدف مختلف ومن بينها الكثير من العجلات المدرعة المفخخة تحية لأبطال منظومة الصواريخ القورنيت لحظات ويبدأ فرسان طيران الجيش باستعراضهما الجوي بطائراتهما السمتية المتنوعة للمرور من سماء الاحتفال الرجال الحديد والنار الرجال المدفعية الأبطال حيث لا يمكن لأي معركة برية أن تحقق النجاح بدون هذا الصنف البطل أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائمه هذا هو صنف المدفعي وههم أبطاله بصحبة مدافعهم المتنوعة العيارات والاستخدامات والأحجام مدفحا والمئة وعشرين ملم المسحوبة والذي يمكن استخدامه لضرب أهداف على بعد ستة كيلومتراتا وهو من مناشئة مختلفة بينها الصربي والأمريكي واليوغوسلافي مرحلة أبطال صنف المدفعية من العاملين على هذا السلاح مدفع عيار مئة واثنين وعشرين ملم العلامة ديثيرتي التمر الآن أيضا برتل المدفعية من أمام منصة التحية هذه المدافع التي تستخدم للإسناد القريب لقطاعات المشات والدروع بالنار الساترة التي تستر تقدم القطاعات أثناء الهجوم أو النار الدفاعية ولها القدرة على صب عدد كبير من القنابل بسرعة وبدقة وأيضا يضم الرتل الآلي لصنف المدفعية مدفع مئة واثنين وخمسين ملم المسحوبة وهو مدفع إسناد عام ويستخدم في رمي الأهداف كمقرات ومراكز المواصلات وقصف وحدات مدفعية العدو ورمي نيران الإزعاج ومشاغلة الدروع والدبابات وقد استخدمت قواتنا العسكرية البطلة هذا النوع من المدافع في دحر الزمر الإرهابية من خلال الرمي على عجلاته المفخخة وآلياته وعناصره الإرهابية وأيضا قاذفات الصواريخ الأنبوبية مئة واثنين وعشرين ملم نوع قراد وأيضا القاذفة الأنبوبية مئتين وعشرين ملم نوع توسا هذه الرجمات ضمن تشكيل صنف المدفعية الآلي الذي يمر الآن من أمامكم سادة الأكارم ويمر الآن تشكيل للمدفع مئة وخمسة وخمسين ملم هذا المدفع الذي يستخدم في تدمير قوات العدو وقطع مواصلاته وقد استخدمت قواتنا الباسلة في عام الفين وسبعة عشر هذا المدفع لضرب مواقع داعش في مدينة الموصل ومدن أخرى أثناء عمليات تحريرها من براثن الإرهاب بركت هذه السواعد العراقية البطلة من فرسان صنف المدفعية أولى الطائرات السمتية لفرسان طيران الجيش تحمل علم العراق وتسبق الطائرات المستعرضة في سماء الاستعراض طائرات نوع جيتا رنجر طائرات تابعة إلى وحدة معلمي طيران الجيش وهي طائرات تدريبية تمر الآن من أمام منصة التحية وتعقبها طائرات نوع بيل جيكس لفرسان طيران الجيش أسراب من الطائرات السمتية لقيادة طيران الجيش تقترب للتحليق في سماء الاحتفال أنهم فرسان طيران الجيش ممن اعتلوا صهوة طائراتهم وانطلقوا بها في سماء كل منازلة ليقضفوا بصواريخ الحق على أوكار الباطل ويحيلها هباء منثورة تحية لفرسان طيران الجيش مرحبا بتشكيل قيادة الدفاع الجوي رتل قيادة الدفاع الجوي البطلة والذي يضم طيفا واسعا من الأسلحة والمنظومات والمعدات الألكترونية من الصواريخ وأسلحة مقاومة الطائرات بعياراتها المختلفة وهذه أولا منظومة صواريخ بانتسير أسوان الروسية والتي تعتبر من أحدث المنظومات في تسليح الدفاع الجوي العراقي ومن الركائز الأساسية في بناء قدراته ستبقى السماء سماءكم أيها الفوارس والصقور حلقوا فيها بكل شجاعة وعنفوان فعنتم أزياد الجو وسند الميدان واهبطوا إلى الأرض بكل سلامة وأمان الفتحية لفرسان طيران الجيش منظومات أخرى تمثل صواريخ أغلاج غيت وهي من المنظومات الحديثة والمتطورة التي يمتلكها دفاعنا الجوي لتدمير الأهداف الجوية بالارتفاعات الواطئة وتعقبها منظومة صواريخ أفنجر الأمريكية الصنع وهي منظومة صواريخ أرض جو قصيرة المدى ذات كفاءة عالية بورك رجال هذه المنظومة الجوية ومر الآن تشكيل طائران الجيش مية خمسة وثلاثين من سماء الاحتفال فيما مر الرادار الفرنسي ضمن تشكيل قيادة الدفاع الجوي هذا الرادار نوع جي أم أربعمائة وثلاثة يحتوي على منظومة لمعالجة جميع أنواع التشويشات ويصل مدى الكشف إلى أربعمائة وسبعين كيلومتر تحية من الأعماق لفرسان وأبطال الدفاع الجوي يمر الآن تشكيل يمثل قيادة القوة البحرية البدلة نوعان من الزوارق يشاركان في الاستعراض العسكري هذه أولاً الزوارق السريعة دفندر وتستخدم بعمليات التفتيش والرصد ومزودة بأسلحة متوسطة وخفيفة النوع الثاني المشارك في تشكيل القوة البحرية هي الزوارق السريعة نوع ربس والمجخزة بسلاح ساند نوع أم مئتين وأربعين وتحمل قوة من المشات البحري والغواصين لتنفيذ عمليات الاستطلاع كما تمتلك القوة البحرية هناك في قواعدها في محافظة البصرة الحبيبة عدداً من سفن الإسناد وسفن الدورية وزوارق الدوريات المختلفة والساحبات واللواء مشات بحري تحية حب وامتنان لرجال البحر الشجعان تشكيل من طائرات تيففتي المقاتلة مر الآن من سماء الاحتفال ويقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية تشكيل مديرية الاستخبارات العسكرية البطلة وهذه أولاً عجلات كتيبة الاستطلاع العميقة والتي تغول في عمق العدو وفي الأرض الحرام تنصب الكمائن للأعداء في أرضهم منتسبوها أبطال بسلاء قناصون ومقاتلون أشداء لهم في سوح الوغا ملاحم وعطاء رجال الاستخبارات العسكرية من كتيبة الاستطلاع العميق وطني الحبيب ما زنا نزرع لك الوفاء في كل دروب وما زنا نحمل لك الحب في كل القلوب فكيف لا تحلق هامتك حيث عرش الكبرياء وأنت سيد الأوطان وملهم الشعراء يا سيد الأرض البهية يا مليك يا جوهراً يعمي بنوره عاذليك يا أخر الأمل المحطم عندنا وبداية المجد الرفيع لما يليك سلاماً يا عراق ما زنا مع أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية وهذه الكتيبة 43 العمليات النفسية هذه الكتيبة الاستخباراتية البطلة التي تأخذ على عاتقها محاربة الإشاعات والدعاية المغرضة لأعداء الشعب ولطن خبرة كبيرة في هذا المجال يمتلكها بواسل الاستخبارات الأحبة وهذه كتيبة الطائرات المسيرة التي تطارد وترصد الأعداء في أصعب الظروف والأماكن تحية للرجال مديرية الاستخبارات العسكرية الأبطال هذه المديرية المتميزة في عطائه الأمني والتي سجلت عبر واجباتها الكثيرة الناجحة انتصارات في مجال عملها الوطني تضاف إلى انتصارات جيشنا في الميدان فقد ألقت الاستخبارات العسكرية وخلال عام 2023 القبض على 2860 أرهابيا وقتلت 120 داعشيا في مختلف قواطع العمليات كما تمكنت مفارزها خلال العام الماضي من ضبط 555 من المخابي والأنفاق للأرهابيين في مختلف مناطق العراق كما وتمكنت من قتل ستة ولاة دواعش من أبرز قادة تنظيم داعش الأرهابي بورك رجال الاستخبارات الغيارة صنف الهندسة العسكرية يقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية تشكيلٌ لطائرة المقاتلة أفاق ستة عشر مر الآن من سماء الاحتفال دائماً وفي كل مكان هذا هو الشعار أبطال الهندسة العسكرية والتي تأسس صنفها في شهر أيلول من عام 33 والتي سجل مقاتلها النشامة أروع القصص والملاحم البطولية في سوح الوغا وهذه عجلاتها الاختصاصية هذه أولاً العجلة فامتاك إسبانية الصنع لمعالجة العبوات الناسفة وتطهير الطرق وهي مزودة بذراع خلفي وكاميراة للكشف تعقبها العجلة نوع باتجر وهي كاشفة للألغامة وتستخدم لمعالجة وتفجير العبوات والسيارات المفخخة هذه طائرة نوع تفجير مزنى مع مرور العجلات الاختصاصية لصنف الهندسة العسكرية هذه عجلة اختصاصية أخرى للهندسة العسكرية نوع هاسكي تستخدم لتطير الطرق ومزودة بكاميرات ملونة وحرارية لكشف العبوات بالإضافة إلى ثلاثة أنظمة حماية من الانفجار وكشف تحت العجل لتطير أرض المعركة ناقلات الجسور المتحركة والتي تستخدم لحمل ونقل وقذف الطواف والزوارق البخارية وأيضا لنصب ورفع الجسور وآخر آلياته الهندسة العسكرية نماذج من الجسور العائمة مصنوعة من الألمنيوم والتي تستخدمها الهندسة العسكرية لأغراض الصولة وعبور القطاعات العسكرية كانت هذه الطائرة المقاتلة F-16 وهي تؤدي مناورات جوية جميلة في سماء الاحتفال الطائرة نوع T-50 المقاتلة يؤدي صقرها البطل الآن مناورات جوية في سماء الاحتفال يمر الآن رتل مديرية الاتصالات العسكرية الاتصالات العسكرية عصب الجيش وقلبه النابض فالرابح في المعارك هو ما يمتلك آخر هوائي وليس آخر رصاصة وهذه عجلات الاتصالات الاختصاصية جوالة والمجخزة بأحدث معدات الاتصالات اللاسلكية الصوتية والفيديوية وبرامج القيادة والسيطرة وتعقبها منظومات الامار المحمولة نوع شلتر تعتبر هذه المنظومات مواقع اتصالات متكاملة متنقلة تعمل على الأقمار الصناعية ذاتية التوجيه وبكافة ظروفة وتستخدم لتأمين الاتصال لجميع الشبكات السقية والتعبوية الفتحية لأبطال الاتصالات العسكرية يا وطنا خالدا في فؤاد السنين ونجما يتألق في سماء المخلصين عشناك عيدا منذ صغر ولازلت في ناعدا أغر ففي جبين الشمس وفعناك وفي عيون الصابرين حمناك مرحى لك يا عراق ولرجالك المخلصين وهم يحون اليوم على ثرى بغدادنا الحبيبة ذكرى تأسيس جيشك العراقي الباسل وهو استعراضهم الكبير في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة الحبيبة بغداد تقترب الآن العجلات الاقتصاصية لمديرية الصن في المعدات الفنية ترجمة نانسي قنقر ما زال هذا السقر البطل يؤدي بطائرته منورة جوية جميلة يزين بها سماء الاستعراض فيما تمر الآن من أمام منصة التحية الآليات الاقتصاصية لمديرية صن في المعدات الفنية هذه المديرية لاتشكلت في العام أربعة وسبعين من أجل دعم وإسناد قطاعات الجيش العراقي وذلك من خلال كشف واستراق المعلومات اللاسلكية المعادية وشل منظوماته الألكترونية وهذه عجلات تمثل منظومة الاستطلاع الفرنسية تي آر سي والتي تستخدم للاستطلاع والتنصت وإيجاد اتجاه ومواقع بث المحطات المعادية ترجمة نانسي قنقر تحية لسقور الجو الأبطال الذين رسموا على أجنحة طائراتهم أبهى صور البطولة والشجاعة والفداء في معارك النصر والتحرير فكان لهم دور كبير في صناعة يوم النصر محطة الاستطلاع والتنصت المحمولة على عجلات عسكرية لصنف المعدات الفنية وكذلك تمر أيضا ضمن رتل المعدات الفنية منظومة الاستطلاع والتنصت والمسح الجوال والمحمولة على عجلات خاصة تحية لأبطال الصن في المعدات الفنية علمني حبك يا وطني أن في كل الباسقات عطاء وأي عطاء عطاء المخلصين الأوفياء وطني يا سيد الأرض ويا شموخ الصاعدين الطالعين مجدا تألق في كل النجوم فيا من يحيا إذا مات الجميع ويا من غاب في الفواد متوجا بالنصر والكواكب فيا وطن النظاء الظلمات ويا وطنًا أحضانه الدجلة والفرات سلام الله عليك يا وطني هذه خيولك قرص الشمس مهبطها أصائل ما لو تعناقها لجمو يا موطنًا ما ذوى من مجده فننٌ فيك الشباب وفي أعدائك الهرم كم قاوموك وكم دار الدوائرهم على ثراك فكنت الموت فانهزموا أبل فراتين يا محراب أدعيتي يا قبلتي بعد بيت الله يا قسمو يا عراق رتل مديرية الأمور الطبية في وزارة الدفاع يمر الآن من أمام منصة التحية صنف الطبابة العسكرية الذي نال اهتمامًا كبيرًا في بناء القوة واليوم تنمو الطبابة بشكلٍ كبيرٍ في الميدان لإكمال منظوماتها كخطوطٍ لإخلاء الطبي بواسطة الطائرات ونفذت واجباتٌ ناجحةٌ بذلك كما ويتواصل بناء المستشفيات والقاعدة الحديثة لتشكيل الخط السريع في إسناد وحدات القوات المسلحة وهي نماذج مختارة من عجلات الطبابة العسكرية رجالٌ مخلصون في أداء الواجبات إنهم بكل فخر واعتزاز رجال الطبابة العسكرية موسيقى 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 من بين دقات ناقوس الكنائس وتكبيرة المآذن ومن بين الطقوس التعميد على ضفاف النهر وترانيم الوضوء لصلاة الفجر تنطلق أشعة الإيمان لترسم لنا قدس التآلف في حرم الوجدان ولتعلن إن صلاة الحب لا تحتاج إلى وضوء عندما يعشق الإنسان وهنحن عاشقوك يا عراق فصلاة محبتنا لك قائمة وأواصر انتمائنا إليك دائما أطياف شعبك يا عراق كباقة من الورود بعطرها تتفرد وبحب أرضٍ لا مثيل لجودها الكل صفٌ للسلام توحدوا سلامًا يا عراق أهلاً برجال الضبط العسكري أهلاً برجال الضبط أمريّة الانضباط العسكري تشاركوا في استعراض عيد الجيش الأغر رجال الضبط وعنوان الالتزام الذين زودوا بالآليات والعجلات الحديثة لإتمام واجباتهم المختلفة داحيةً لرجال الانضباط العسكري الغيارة وهم يشاركون في استعراض عيد جيشهم الأغر ما زالت هذه الوجوه العراقية المليحة تطل على هذه الأرض المباركة ويتحمل أثراً لبقايا قبلةٍ جميلة طبعتها قطرة ندى فجر عيدهم الوضاء على جباه غيرتهم السمراء تلك الجباه التي تغازلها في كل صباح عيون الشمس الرافدين وتنادمها في كل مساء نجوم السماء وقلوب المحبين فهنيئاً للعراق بجيشه الوفي وهنيئاً للجيش بعراقه الأبي يقترب الآن للمرور من أمام منصة التحية الرتل الآلي لجهاز مكافحة الأرهاب موسيقى 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 عجلات جهاز مكافحة الارهاب تستعرض الآن الفخر والزهوة والانتصار في عيد الجيش الباسل هاهم رجال الصولة الأولى أبطال الميادين ورجال العزيمة والأسرار لم يدخلوا معركة إلا وكان النصر حليفهم من جرف النصر إلى الرمادي مروراً بسليمان بيك وآمرلي فالفلوجة والتي أذاقوا لإرهاب فيها طعم الذل والهوان كانت صولاتهم وجولاتهم مضرب الأمثال في تكريت وبيجي وشمروا عن سواعدهم في الطاش وهيت والرطبة والحويجة والشرقات والقائم وحصيباً وكللوا النصر المؤذر في الموصل الحدفاء أنهم أبطال جهاز مكافحة الأرهاب هكذا نحن العراقيون شاء الآخرون أم أبو يعانقنا الحب أينما نكون ويحدُّ بنا السلام أينما حطَّت أقدمنا ونبضت قلوبنا عاشقون بجنون ومغرمون بهيام كيف لا والحبيب هو العراق يا أيها النازق الممشوق يا وطني صخرةً أعطبت كل طواحيني حبٌ لعينيك إن الحب تسكية من غير حبك في الدنيا يزكيني حبٌ لكل تراب الأرض في وطني لكل ذغيرةٍ حيٍّ ومدفوني تقترب الآن من أمام منصة التحية مدافع تشكيلات هيئة الحجد الشعبي عشرٌ من الأعوام في الذود مضت ذاتت عن الأرض دم الشجعاني عشرٌ من الأعوام والحجد ثبت كطود في السلم وفي الميداني هاهم فرسانه ومجاهدوه يشاركون في عيد أخوتهم بواسل جيشنا العراقي هذه أولاً مدافع عسب جنايٍ عيار ثلاثة وسبعين من لمأة المضادة للدروع والتي استخدمها أبطال الحجد ليكتبوا بفوهاتها أحرف النصر المؤسر يعقبه مدفع يار مئة وستة من لمأة المباشر المضادة للدروع كما وتستعرض في تشكيلات الحجد الآلية السلاح الموجه دارغون والسلاح الموجه تاو وقد أثبت مجاهدو الحجد الأطال جدارتهم وشجاعتهم في دقة استخدام هذه الصواريخ وإصابة أهدافها فهذه الشباب ينبيع الوفاء بها اخلاصها علقاً للمجزي عنوانا وتقترب الآن المدافع المسحوبة من عيارات مئة واثنين وعشرين ملهم وعيار مئة وثلاثين ملهم وعيار مئة واثنين وخمسين ملهم والرجمة الأنبوبية جراتا ضمن تشكيلات هيئة الحجد الشعبي المشاركة مع بواسل الجيش في استعراضهم الكبير أعزك الله يا حجد المرؤات وصانك الحي من باغ ومنعات وقبك الرب أرجاء مهددة بالمارقين وهم شر العصابات هذا هو الحجد والساحة تعرفه والتضحيات وإيثار الفتوات ليرجع الحجد إلا والعلاء له ورية النصر تعلو في السماوات مرحى لرجال الحجد المجاهدين الأطال وهم صوراً جميلة يتغنى بها الشعراء ويفتخر بها الوطن وأهله الأصلاء يتغنى بها الشعراء يتغنى بها الشعراء يتغنى بها الشعراء يتقدم الآن الرتل الألي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية البطلة ومن تشكيلات وزارة الداخلية العزيزة يتقدمهم عجلة أمر الرتل والتي تعكس جانب المهارة والإبداع لمنتسبية الشرطة الاتحادية والذين حولوا هذه العجلة من عجلة صالون إلى عجلة مكشوفة لتحمل أمر رتلهم الألي تقترب الآن للمرور الناقلات مدرع نوع بيتيار والتعقبها ناقلات مدرع نوع أي أسفي لنقل أبطال الاتحادية في تنفيذ الواجبات القتالية والأمنية المختلفة الثفتخر الشرطة الاتحادية البطلة لمشاركاتها البطولية الفعالة في معارك تحرير جرف النصر والديالة وصلاح الدين وبيجي وسام الراء والأنبار والفلوجة والموصل وكركوكا وأيضاً يضم الرتل الآلي للشرطة الاتحادية الراجمات الأنبوبية نوع كراتا وأيضاً عجلات مديرية الاتصالات في قيادة الشرطة الاتحادية عجلات القيادة والسيطرة المتنقلة والتي كان لها تواجد بعمق الميدان كغرف حركةٍ متنقلة للقادة والآمريين تحية لأبطال الشرطة الاتحادية يمر الآن التشكيل الآلي لقيادة قوات الحدود ناقلاتٌ وعجلاتٌ مختلفة تستخدم لواجبات أبطال الحدود والتي ينفذونها بكل دقةٍ ومهنيةٍ وشجاعةٍ وإخلاصة مرحى لكم يا رجال الداخلية الشجعان يا فرسان الأمن والقانون يا من تحملون حبكم سمبلةً لديمومة الحياة وسيفًا على رقاب الإرهابين والمجرمين تزرعون الحياة في كل مكان يحاول القتلة أن يزرعوا الموت فيه عطر الحياة أمانٌ في ربا وطني ينثر شذاه على كل الميادين تحيةً لرجال قوات الحدود الأبطال ولرجال وزارة الداخلية الأحبة ترجمة نانسي قنقر هاليات وعجلات القوات الخاصة في جيشنا العراقي الباسل تتقدم الآن للمرور من أمام منصة التحية رجالٌ ونعم الرجال ينفذون الواجبات القتالية تحت شتى الظروف وأقساها مدربون على كل أنواع القتال والتحمل والصبر والعزيمة ليلهم كالصباح وجوههم كالرماح شخصةٌ مهللة باسمةٌ متفائلة غضبةٌ مزلزلة جسورةٌ مقاتلة يتدربون وكأنهم يقاتلون ويقاتلون وكأنهم يتدربون فرسانٌ في الميدان لكل بطولةٍ عنوان دعية حبٍ وتقديرٍ وامتنان لأبطال القوات الخاصة الشجعان وتحية محبةٍ وعرفانٍ وامتنان إلى جميع بواسل جيشنا الغيارة وابطال قواتنا الأمنية العزيزة من فرسان وزارة الداخلية ومجاهدي الحجل الشعبي وابطال جهاز مكافحة الإرهاب وإلى الجرحى الغيارة الأبطال وتحية إجلالٍ وإكبار إلى الشهدائن الأبرار تشكيلٌ من الطائرات السمتية يحمل كوكبةً من أبطال القوات الخاصة العراقية وهم يحملون علم العراق الراية الخفاقة في المعالي ويودون التحية العسكرية هورك رجال القوات الخاصة في جيشنا العراقي الباسل تحية إجلالٍ وإكبار إلى كل شيخٍ حنى على عكازة عمره الطويل ولكنه ظل مرفوع الرأس ثابت البنان تحية إجلالٍ وإكبار إلى كل أمٍ عراقيةٍ عزيزة لم تدع وقت الغروب ينجلي لو هي تنشد ترنيمة هذا الدعاء يا باسط الأرض ورافع السماء احفظ عراقنا الحبيب من كل شرٍ وبلاء حماك ربي من الأعداء بطلاً من أجل عيني كناصيتي سوحنها دمٌ في علاكار الأعلام قد خفقت في الرافدين ونصر الله آتها الرحمة والغفران لشهدائنا الأحبة والسلام على العراق وجيشه والشعبه في هذا اليوم الأغر ذكرى تأسيس جيشنا العراقي الباسل جزيل الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم على رعاية استعراض عيد الجيش الأغر وشكرنا لكم جميعاً أيها السادة المهنئون الأكارم يُعزف بيننا الآن السلام الجمهوري ترجمة نانسي قنقر نترككم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة